السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنحل نموذج جديد على منهج الماس لسنة تانية نبدأ بالسؤال الاول اختار الاجابة الصح من الاجابات اللي بين اللي هي الاقواس اللي هي على العليمين دي اول حاجة 5x7 5x7 من multiplication table بتاع 5 5x5 25 5x6 30 5x7 35 half of an hour equals نقط يعني half of an hour اللي هو نص الساعة فيه كام منت احنا قلنا الhour فيها 60 minutes وhalf hour في 30 minutes يبقى half of an hour 30 minutes 4 divided by 1 اي رقم بنعمله divide by 1 بيدينا ايه بيدينا نفسه اللي هو انا معي اربع حاجات وهقسمهم على شخص واحد فبالتالي الشخص ده هياخد كل حاجة يبقى 4 divided by 1 equals 4 the month comes just after january الشهر اللي بييجي just after just after يعني على طول بعد after يعني بعد وjust يعني على طول لازق فيه الشهر اللي بيجي بعد january من عندنا january وراه february طبعا december before january تمام لانه من ناحية التانية قبل يانير وصفر ده اصلا شهر هجري طيب 2 times 8 equals 4 times cam انا هنحسب الاول على شمال 2 times 8 equals 16 ساوي 4 times 4 equals 16 من multiplication table بتاع 4 3 times cam ب3 والله احنا قلنا زي ما في divide اي حاجة divided by 1 بنفسها اي حاجة multiplied by 1 بنفسها يبقى 3 times 1 equals 3 فالاختيار هيبقى 1 طبعا 3 times 1 equals 3 سؤال التالي عندنا complete each of the following كامل each of the following كل واحد من دول 3 plus 3 equals 3 times cam 3 plus 3 بcam 6 طيب 3 times cam 6 3 times 2 تمام 15 divided by cam equals 5 كأنه بيقول لي 5 multiplied by cam ب15 والله 5 times 2 بتن 5 times 3 ب15 يبقى 15 divided by 3 equals 5 3 times cam equals 27 من multiplication table بتاع 3 3 times 9 equals 27 او 9 times 3 equals 27 2 times 5 equals 5 plus cam 2 times 5 بكم بتن ليعرفينها من multiplication table بتن يبقى 5 plus cam بتن 5 plus 5 1 kg 1 kg equals half kg plus cam kg هنقولنا 1 kg equals half plus half اللي هما 2 halves لو هنعمل كده مسلا ده half وده half على بعض 2 halves اللي هما على بعض 1 1 the number of months of the year year عدد شهور السنة الهجرية كام؟ عندنا السنة الهجرية فيها 12 months وطبعا السنة الميلادية برضو فيها 12 months الاتنين فيهم 12 months زي بعض السؤال الثالث عندنا complete using smaller than greater than or equal half بالنسبة لquarter احنا قولنا هنا بنبص تحت 2 وهنا 4 فالhalf أهم ده half العليمين ده لكن ده quarter صغير ده مين أكبر؟ طبعا الhalf greater than quarter 12 divided by 3 ايه بالنسبة ل 2 times 6 طبعا لازم نحسب الاثنين 12 divided by 3 equals 4 لان 3 times 4 by 12 و2 times 6 equals 12 وطبعا 4 is smaller than 12 100 minutes one hour لازم نخلي التمييز بتاعنا واحد الاثنين minutes فهنا 1 hour دي اللي هي بكام؟ 60 minutes صح؟ تمام طيب يبقى مين أكبر 100 minutes ولا 60 minutes طبعا 100 is greater than 60 لأنه أصلا ده رقم من 3 digits وده 2 digits 15 months وإيه دير؟ إيه دير اللي هي السنة الميلادية مين أكبر؟ تعالوا نحول السنة لشهور السنة الميلادية فيها 12 months صح؟ يبقى مين أكبر؟ بقى 15 months ولا 12 months 15 أكبر لأن 10 is added بعض 5 is greater than 2 سؤال اللي بعده بيقول لي half kilogram quarter plus quarter تعالوا نرسم كده quarter plus quarter ده quarter وده quarter على بعض بكام؟ half يبقى half equals quarter plus quarter بعدين one plus one plus one plus one اللي هما بكام؟ one two three four إيه بالنسبة لfour times one four times one بfour برضو؟ يبقى four طبعا equals four سؤال الرابع في الأول بيقول لي write the time اكتب الوقت هنا هنلاقي العقرب الصغير بكام؟ small hand على 11 والbig hand اللي هو العقرب الكبير على 12 يبقى الساعة طبعا 11 بالظبط اللي بالظبط لأنه بأي عقرب كبير على 12 معنى أنه مفيش minutes هنا ساعة العقرب الصغير على one والكبير على three يبقى الساعة one one وكم؟ three دي يعني quarter اللي هي 15 اللي هي بنسميها quarter past one سؤال اللي بعده بيقول لي calculate the parameter of each of the following shapes احسب البرامتر اللي هو الخط اللي بيحوط الشكل taking the side length of the small square as a length unit خد the side length ده اللي هو ده طول the side بتاع كل small square على أنه length unit نبص على shape number one تعالوا نعد one two three four five six طبعا الأفضل نحن نعد كل side وبعدين نعمل add يعني أول side ده كام one two three four five six ستة تاني side one two three four تالس side one two three four five six seven eight nine رابع side one two three four five six seven eight nine ده برضو nine يبقى nine بلاس nine 18 بلاس تن بتساوي 28 البرامتر بتاع الشكل الأولاني 28 التاني بقى تعالوا نشوف هنا مثلا one two three four five six seven eight nine nine ten 11 12 دول 12 واللي فوق one two three دول والعالمين one two three four five six seven eight nine ten eleven واللي تحت ده one two three four five six seven eight nine دول nine يبقى كله 12 بلاس three 15 بلاس 9 24 بلاس 14 38 eight وطبعا الشكل ده بريمتر بتاعه اكبر من ده سؤال اللي بعده بيقول لي مونة بوت five ميتر منة اشترت بوت يعني اشترت خمسة متر يعني امش كل متر فيهم بناين باونز بقى هي اشترت خمسة متر كل متر nine how much money did muna bay مونة بيد بيد يعني دفعت اللي هي الماضي بتاع باي five ميتر عدد الميتر times كام times ثمان الميتر الواحد يبقى five times nine equals forty five باونز هي دفعت total forty five باونز سؤال اللي بعده بيقول لي عندنا هنا تيبل بيظهر temperature degree within five days التيبل ده بيظهر درجات الحرارة الماكسيمم المام اللي هي بتبقى في الظهر في القاهرة within five days يعني فيه خمس ايام هنلاقي first second third fourth fifth اللي هي الايام واليوم ودرجة الحرارة اول يوم كانت 35 ثاني يوم 30 ثالث يوم 25 ربع يوم 30 خمس يوم 20 بعدين بيقول لي فيه هنا رسمة فيها الايام دي هنلاقي على الايام دي اليوم الاول مرسوم والثالث مرسوم اما المين اللي مش مرسوم second والfourth والfifth تعالوا نشوف second 30 يبقى لازم نرسمه والfourth 30 والfifth 20 يبقى second 30 نقف عند 30 هنا وننزل اهو ده second والfourth برضو 30 يبقى نقف هنا وننزل انما fifth 20 يبقى نقف عند 20 وننزل هو بيسألني بقى على الرسمة دي what is the day of the highest degree ايه هو اليوم اللي فيه درجة حرارة اعلى حاجة معنا بيقول لي الاول كامل الكولومز اللي هي العواميد بعدين بيقول لي what are the two days ايه هما اليومين in which the temperature degrees are the same اللي فيهم درجة حرارة زاسيم زاسيم يعني زي بعض بالزبط طيب تعالوا نرجع للرسمة هو عايز مين اكتر يوم في درجة حرارة اكتر يوم في درجة حرارة اللي هو اعلى عمود اللي هو مين اللي هو first اهو 35 يبقى اليوم اللي فيه اعلى درجة حرارة نفس درجة حرارة سيمتن بريسشر هنلاقي هنا اهو شايفين ده وده الاتنين على نفس الطول اللي هما مين اللي هما وال يبقى كده لو هنجاوب هنقوله ان اليوم اللي فيه هو واليومين اللي فيهم نفس الدجري هما كده احنا خلصنا لنموذج ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والتابعونا ان شاء الله في نمازج تاني على باقي المواد لو في مادة معينا عايزيننا نعمل لكم فيها نمازج اكتر سواء في سنة تانية ابتدائية او في اي سنة تانية في اي مادة اكتبوا لنا اسم المادة واسم السنة في كومنت وان شاء الله نعمل لها نموذج امتحانات قريب ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته